والأخبارنا أنه بتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اعتبارا من النهاردة الخميس صرف الدعم النقدي للأسر الجديدة حيث قامت الوزارة بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج تكافل وكرامة إلى 25 مليار جنيه حاليا وده بالتنصيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن دوي الهمم ضمن برنامج تكافل وكرامة